مرحبا بكم في ستوديو الـ 360 كان صادف اليوم ياسمينة بدو عضوات المكتب تنفيذي الحزب السقلال ووزيرة الصحة السابقة السادة ياسمينة مرحبا بك شكرا على الدعوة مرحبا بك ورفقوني في محاورة السادة بدو فاد العراقي فاد مرحبا بك مرسي يوسف السادة نبدأ أولا بتعليق حول الأحداث اللي وقعت في فاس الاعتداء على ميتلي والأحداث اللي وقعت أيضا في إنسكان بالقصة المشهورة بالصيحة في الحقيقة ما وقعت في فاس حادثة جد جد مؤلمة السيدة ولا السيدة لأنه بعد المرات كان هناك ما نقولش إعاقات ولكن كان ناس اللي تخلاقوا عيالات ورجال في نفس الوقت إذن شو هدن بهذا السيدة؟ أنه عندو هاد هاد إذن هاد العنف اللي تعرض له يعني غير مقبول ثم أحتل على فرض يعني نفرضو أنه قام بواحد نقولو شي حاجة ليه خارج القانون هذا السيبالوكا ولكن نقولو نفرضو واش اليوم في بلادنا أي واحد يجيو تياخد الحق بيدو المواطن ما عندوش الحق أنه ياخد الحق بيدو أو لا ما بقيتش دولة الحق و القانون هذا نفس الشيء بالنسبة للفتيات غير معقول أن الواحد لبس أي لباس كان أنه يتابع أو تاني هنا المواطنين هم اللي تياخدوا الحق بيدوهم في حين أن هاد النساء اللي تعرضوا للعنف والاعتداء والتحرش كذلك هما اللي ناداوا على الأمن أحزاب السياسية ممكن تتحملش المسؤولية في هذا الشيء اللي كيوقع لأنها خلت الفراغ في مسألة التأطير دي المواطنين نحن كان هناك تأطير حقيقة هذه مسؤولية ربما على عاتقنا جميعا مشغل على أحزاب سياسية كان هناك التعليم كان الأسرة كان الدولة كان التأطير وكان التأطير الديني ربما نحرف لأننا نحن بلاد دائما بلاد مسلمة لنا أمير المؤمنين ولكن دائما كنا يعني بلاد الإسلام الوسطية الإسلام المؤتدل الآن تنشوفوا أننا نحرفه وتنحرفه يعني أكتر وأكتر لأشياء اللي هي خارج عن الإسلام ونعطيكم المثال دي الفاس كان شيء أساسي اللي هو في الإسلام ركيزة أساسية اللي هي الإنسانية والطريقة البشعة والوحشية كيفاش المواطنين تصرفوا مع ذاك الشخص هذا مشي إسلام لأنه تنشوفوا بأنه ما كانت عندهم تشي حس دي الإنسانية ولا يبقى فيهم ذاك السيد هل يمكننا ربطه أنه الآن لدينا حكومة إسلامية؟ ما نقدرش نقول لك ولكن ربما لا أدري ولكن القانون الجنائي اللي اليوم كان المسودة دياله اللي بقية ما تعرضتش علينا للمناقشة داخل البرلمان يعني تدعي للقلق نعم تدعي إلى القلق لأنه تنشوفوا بأنه فيها أشياء اللي غادي تخلي أننا نزيدوا نطرفوا ياسمينا بدوش فيناك وزيرة في حكومة ديالشطوش فيناك وزيرة في حكومة ديالباس فاسي وش ما كنتش كتمنى أنك تكوني وزيرة في حكومة ديالبن كيران؟ في الحقيقة لا لشيء واحد هو أنا نيتان أعتبر على أن الواحد يتدوز تقريبا عشر سنوات داخل مسؤولية كيفما كانت كانت حكومية أو أخرى خاصه واحد الوقت يعني يرجع شويا لور ويكون عنده واحد الوقفة تأملية عن العمل اللي قام به وعلى يرجع كذلك للمواطنين باش عوتاني ربما يجيب أفكار جديدة ويتجدد هو بنفسه هذا هو السبب ماشي يعني كان عندي موقف من الحكومة لأننا احنا كنا شاركنا فيها في البداية قلت وشارك شو في الحكومة قلت على استقلال حزب الاستقلال خرج منها كيفاش تدي استقلال خرج من الحكومة؟ ماشي كيفاش كانت هناك عدة عوامل اللي ادات على أننا ناخدوا القرار ومجاش غير اتخاذها كقرار واخدنا لشيء بسيط هو أن العبد الاله بن كيران كانت يعتبر على والعدالة والتنمية بالصفة عامة المشاركة في الحكومة كانوا تعتبروا على أن حزب الاستقلال كان فقط شاء اللي تكمل للحكومة وماشي واحد الحليف اللي هو أساسي ثم هذه الحكومة مشات في أخذ قرارات اللي احنا ما كناش متفقين فيها ما نقولش قرارات اللي هي اللاشعبية هي قرارات اللي كانت ضد الشعب ولكن حكومة ديال عباس الفاسي إذا انت الحزب الاستقلال كانت حكومة اجتماعية محضة يعني كانت متجهة للفقراء وللفئات اللي هي هاشا مليش فينا بأن هاد الحكومة رغم يعني كل ما قمنا به باش نقول ملاحظات ديالنا ونعبروه مش احنا كنا غير ما متفقينش ولا غير تنهرسوا العمل الحكومي لا كنا جبنا يعني باقتراحات أخرى ببدائل ببدائل وما كناش نوين بأنه ما غديش تتخذ بعين الاعتبار الرأي دي الحزب استقلال داخل هاد الحكومة هدا هو ولكن هاتش كيت نقش في برنامج حكومي اللي صادقتي وعلي اللي صوت عليه البرلمان يعني اللي داس ست شهر من بعد نعم قل من عام من بعد نعم نعم لأنه دك البرنامج اللي صوتنا عليه ولي كانت المسودة ولي صفقنا عليه ماشي ولي بدتي تم تطبيق دياله أبدا واش ما كانش عودتانيش خصانة ديال ديالسيراعة ما بين رئيس الحكومة وما بين زعيم ديالحزب حميد شابا لا لا أظن لا أظن لأنه شوف كين مصالح ديال البلاد اللي هي مصالح يعني كبر من أشخاص هذور أحزاب ليهما يعني مسؤولين ولكن ما تم اتفاق عليه لا في البرنامج اللي صادق عليه البرلمان لا من خلال كل الاقتراحات اللي تنجي وشفنا راسنا بأنه إحنا ما متفقيش نهائيا مع السياسة التي يقودها السيابة للإنفس هذا هو الفرق يعني ما كان شي حاجة أخرى ما نشخصوش الأشياء واش كي بالك حميد شباط زعيم سياسي اللي في مستواق يرز حزب السقلال نعم أنا منه البداية يعني ما كان عندي الشك يعني أنا صوت على حميد شباط لأنني كنت مقتنعة أنا الضرفية اليوم كانت تقتاضي وبالخصوص الضرفية الحزب ديالنا اللي كان خاصنا واحد لوقيته أننا نديره قطيعة مع الماضي كنت نعتبر على أن حميد شباط كان هو الرجل اللي غدي يقود هاد المرحلة داخل حزب السقلال ما كنتش دائما مساندة لي كنت دائما مساندة لي ما ربما هاد هم المغالطات والأشياء اللي تنبغيون نزرعوها في دهون الناس اللي هي غالطة تنقولوا ياسمنا بدو أو لا كريم غلاب أو لا تفح جراءة أن هاد الناس رغضبين وما عجبهمش الحال وما تشاركوش في اجتماعات إلى خاري في حين أن هاد شي يعني خطأ لأنه كان هناك يعني متوحدين تنشاركو في كل القرارات التي تتخذها الحزب بما فيها القرار ذي المسحب من الحكومة ما كانش هذا قرار سهل ولكن خديناه واليوم تنشوفه لأنه كان عنا الحق أننا ناخدو ذلك القرار لأنه كنا قد نشاركو في واحد الحكومة لتنشوفه اليوم على أن الحصيلة ديالها مش هي حصيلة لمشرفة مقارنة مع الحصيلة لديال حكومة عباس الفاسي ندرو على الحصيلة ندرو على حصيلة وزارة الصحة نظرنا أن في كل سنين سي الحوصيل الوردي قام بزاف الحواجي اللي ما قدرتيش نتيها في خمس سنين مليكنتي في حكوماتها بباس الفاسي وش ممكنك تعطينات عليه على البيلان ديال سي الوردي؟ هذا رأيكم أنا ما قديش نعلق على البيلان نتمنى الأدوية أخوة أبويا عمار ممكنك تقولينا شنوذرتي في وزارة الصحة طبيعة الحال لأنه ربما الفرق أنا ما ننظرش على الحصيلة ديال الوزير الصحة ولكن أنا نظر على الحصيلة ديالي لا سمحتي لأن الفرق ربما ما بينتنا هي تسويق الإعلامي ديال ما يقوم به يقوم به اليوم الوزير وما كنت أقوم به أول واحد بدأ في تخفض الأدوية هو عبدو ربي ديالسياسة اللي بديتا ثم أنا ما اقتصرش أنني فقط نخفض الأدوية درنا واحد سياسة دوائية لما كانش عندها بلادنا وبدينا فيها ولا أدري واش اليوم لأنها ما تكفيش أنك شي دواء أنك تخفض له التامان كيفاش تتحدد التامان من الأول باش يكون داك الدواء في المتناول كان شيء اللي هو مهم هي تخفض كنت درت واحد المخطط ديال تخفض الأمومة ديال الأمومة بدون مخاطر تتعرفوا بأن في بلادنا بقي عنا واحد العار هو أن المرأة متجي تعطي الحياة تطلق الموت وهذا كان شيء غير معقول وأنا كاميرا مسؤولة على قطاع يعني كان عندي يعني الحاجز الأول هو أني نخفض ذاك الأمومة بدون مخاطر وخفضناها بخمسين في المائة إذن هذا بوحدته مؤشر لتيبياً أننا كنا حسننا الأداء داخل المستشفيات لكن إلى جانب إنجازات كلها كانت قضية مشهورة هي قضية الإقاحات واليوم اللي كتعود ترجع الواجهة من جديد وما جاكمش غريب أنها تترجع الواجهة من جديد اليوم في هذا الظرفية فين وصلات فين وصلات إذن لا يا معمرها ما مبشاة ولا وصلات يعني أرتخذت على عاتقي أنني معمري ما هضرت في هذه الإشكالية لأن هذه مشكلة متعلقة بلوبيات اللي هي كبيرة اللي هي لوبيات ديال الأدوية مهم لم يكن لنقول لكم على أنه مليتم اقتناء هذه اللقاحات هذا كان واحد القرار السياسي ديال الحكومة هذه اللقاحات لماذا قررنا أننا نقتنوها لأن هذه اللقاحات بجوج كانوا جوج ديال اللقاحات هذه اللقاحين بوحدتهم بوحدتهم سيؤديوا إلى تخفض وفاية الأطفال بتقارير علمية ما بين 50 حتى 70% مليتا يجيوا يقولوا ليش تشراو واش تتظنوا أن لا احنا أنا غير 20 طفل بمعنى واحد 2000 طفل تيموتوا واش الطفل واحد ما تيستحقش اللقاح باش نقدوه واش اللقاحات واش تتظنوا أننا لقاء الأموال اللي تنبحل ده اللي غادي نصرفوا باش نديروا لا باش نديروا أستاد باش نديروا ديستاد ديال الكورة اللي غايغراقوا في الماء بأموال اللي هي كتر من أموال اللي غادي نصرفوها في اللقاحات اللي غا تنقض الأطفال وغا نقولك شكتر من هادشي يك جاو بأنه غالوا علاش تشراو اللي يوم تيتشراو هاد اللي قاحات ماشي لكاعد أفل ستالكونتها لا لا هادشي هو المشكلة بأنه لتحدد دابا ياني كونفزيون سني پا دوتو لفاكسن دولا غريب دانت يساجسي سني پا دوتو لالو رابور لكور دي كونت لك كل ما تهدرو في اللويل ثم بداو تيوهمو الناس بأنه سي لو كونت خادو لكونت خادو لكريبتا هو أولا ماشي وزارة الصحة اللي خاص كتا عرفت أنها تتقتنية راتت تركينا واحد الهيئة اللي هي مكلفة بتدبير توسكية إبيديمي لأنه هو مخاطر فيها الجندار مغي فيها وزارة الداخلية فيها وماشي احنا قاعدة نصرفو يعني كانوا رئاسة الحكومة اللي تتعطي واحد الاموال اللي تترصدها وزارة الصحة تتضبر هاد شي دي اللي قاحات اللي قاحات لا أبدا شوف ما كنت تشي حاجة مكلت دوز سنزابل دوف إذ الأشياء باينة وشوف غنقولك شي حاجة باش تعرف السؤنية أنها ربطوا هاد المسألة اللي قاحات اللي هي ما كيناش بواحد اقتناء شقة أولا معمر ما كانت عندي شقةين بالمبالغ اللي تيقولوها عندي شقة عندي شقة واحدة بمبلغ غورة معروف لأنه كنت خباين وتخرج في الجرائد إلى آخره كانت شرب الفرق فرنسي في 1998 وما كنش وزيرة آنذاك وما كنش منتخبة آنذاك كنت محامية فقط وليس إلا إذن كيفاش معمري يعني وغنقولك شي حاجة كتر من هذا أنه كل ما اقتنيت في حياتي اقتنيت قبل ما نرجع وزيرا ما عندي تاشي حاجة يعني مني دخلت للسياسة ما كسبت تاشي حاجة لأنها ضعت بزاف كان عندي مكتب محامات تدخل وزارة بطبيعة الحال وزارة زائد مقاطعة وزارة زائد مقاطعة تماما أشكت توجدون انتخابات الجماعية اليوم نعم تنوجدون انتخابات الجماعية وقد تتخدمين من جديد نعم إن شاء الله نعم لأنها تعتبر على أن تجربة المحلية في مقاطعة أولا كيفما كان المنتخب المحلي وهي أحسن تجربة اللي تتمكنك أن السياسي يبقى قريب بين المواطن ويعرف المؤنات والحاجيات دياله يكذب عليك شي راجول أو الأمر السياسي ليقول لك ما داش طموحات سياسية الطموحات سياسية هي مشروعة خاصة تكون مشروعة ولكن خاصة تبقى كذلك مش فقط لتحقيق واحد الطموح الشخصي ولكن هذا الطموح لتحقيق أشياء للسكينة بطبيعة الحال لأن مرة تكون عمدة دي المدينة اقتصادية بحل مدينة الدار البيضاء اللي هي واجهة اقتصادية ودولية أظن أنها قيمة مضافة للمدينة لأن تكون الدار البيضاء بواجهين نسائي كان نفس الطموح بالنسبة للحزب نشوف يسمينا بعد دو أمينة عامة للحزب أتمنى لأن بغينا نوسعو كذلك العدد النساء في مراكز القرار داخل الجماعات المحلية اليوم مثلا في القوانين التي تم مناقشتها وصلنا الواحد النسبة مئوية 27% إذا نغنوزه من 12% إلى 27% علما أن من قبل كنا غير 0.05% هذا جميل جدا ولكن ما مدى فعاليات هاد 27% واش المستشارات غير باش يصوتوا على قرارات ذكرية لا خاص يكونوا كذلك متواجدين في المكاتب المسييرة ولما لا مسييرات باش يصنعوا هاد القرار المحلي وهذا هو طموحنا يعني الطموحي ماشي هو طموح شخصي ولكن هو طموح للمرأة المغربية يسمينا بدو شكرا لك أنا أتنشكركم فهد شكرا زور موقع الـ 360 إلى اللقاء شكرا للمشاهدة gefهد شكرا